اشتركوا في القناة سائقون يمثلون أربعين بلداً في آخر الترتيبات والاستعدادات قبل إعطاء انطلاقة رالي المغرب في نسخته الرابعة والعشرين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس ومن أجادير كانت الانطلاقة وباعتبار نسخة هذه السنة نهائب طولة العالم للراليات الصحراوية فقد جدب كبار أبطال هذا النوع من التباري يتقدمهم حامل اللقب والمتوج ست مرات القطر ناصر العطية الحدد سيوثق لحضور ما ينيف عن 136 دراجة نارية عشر شاحنات و101 سيارة طبعا المنافسة راح تكون قوية هذه السنة راح ندافع ان شاء الله على لغة بطولة العالم وعلى رالي المغرب لان قد فست فيه ست مرات هذا الرالي وإن شاء الله نتمنى تكون السابعة وإن شاء الله على لغة بطولة العالم لذا نحن أحاول من دررغارنيرغ كنقر إلى مرزوغا الذي يكون لغة بطولة العالم للرالي المرحلة الأولى من ملحمة راليات المغرب رابطت اليوم بين مدينتي أغدير وزقورة على مسافة 387 كيلومترا في الصباق الخاص وخلالها اشتد التنافس بين أبطال هذا النوع الرياضي الذين اكتشفوا وجها آخر لجمال المغربي بعبقه الصحراوي والفائز لم يكن إلا حامل اللقب ناصر العطية الذي ضمن الفوز ومعه التتويج ببطولة العالم للرالية الصحراوية هذه السنة في سنف الدراجة النارية الفوز كان من نصيب البوتسواني روس برانش الأكيد أنه كان يوما شاقا انطلقنا بأكرة والضراجات تحملت أغمى صعوبة الطريق المناظر تحبس الأنفاس هنا بالمغرب الدور رائع وسعيد أنني ضمن المشاركين وسعيد أنني عدت لأعتلية المقدمة وأتطلع إلى ما سيحدث طيلة الأسبوع غدا محطة ثانية تمتد لمسافة 388 كيلومترا موعد آخر يرفع خلاله المشاركون شعار التحدي في رالي المغرب الذي يعد الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم للرالية الصحراوية مغامرة جديدة بطعم التنافس لكنها أيضا بألوان التضامن مع المملكة المغربية عاقب زلزال الحوز اشتركوا في القناة